اتصدرت قضية سفاح التجمع الترند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد مقامة الشرطة بالأبد على المتهم هو عمره 37 سنة وهو مصري وبيحمل الجنسية الأمريكية وكان عايش لفترة برا مصر وعلى حسب التحقيقات هو شخص غني وعايش في كمباوند راقي في التجمع أغرب حاجة كشفت عنها التحقيقات مع المتهم لحد الوقتي كانت اعترفاته واللي قال فيها انه مش فاكر بالزبط عدد الضحايا اللي قتلهم ولكنه اكد انه هم اكتر من ثلاث سيدات اللي عثر على جساسهم وكان اللي يفت للنظر في القضية الطريقة للشخص ده كان بيتعرف بيها على الضحايا واللي كانت بتتم عن طريق تطبيقات التعارف المختلفة والحقيقة انه التطبيقات دي بقت منتشرة جدا بين الشباب حلقان على الرغم من انها بتمثل خطورة كبيرة وخصوصا انك بتعرف على اشخاص مجهولين تماما وما تعرفش اي شيء عنهم الا انه برضو بنشوف شباب وبنات كتير بيستخدموها اشتركوا في القناة